هناك الفكرة المسيطرة أن روسيا عدو لأوكرانيا خلال الكورون يعني على الأقل 300 أو 500 سن ودايما كانت روسيا عدو لأوكرانيا يريد السيطرة على أوكرانيا وهو الأقرية فلذلك هذه القصة لديها التاريخ واليوم فرصة لرفع هذا الشعار كأنه مهمة الاستراتيجية لأوكرانيا هذا يكون رأس حربة للعالم الدموقراطي ضد روسيا فلذلك الموافقة الروسية على واقفة لاكنار دون الضمانات أنه روسيا أوكرانيا لم تكون في المستقبل في أي لقفة في المستقبل عدوا لروسيا فهذا لم توافق روسيا على هذا الشيطرة وحصل هذا الأمر بضغط أمريكي ترامبي بتقديم ضمانات مكتوبة وموثوقة بأن أوكرانيا لم ولن تنضم مستقبلا إلى حلف النيتو وستبقى الأمور ربما أهدأ بالنسبة لهذه الجبهة الغربية الروسية وروسية تؤمن حدودها هل يمكن لبوتن أن يتخلى عن السيادة على هذه المناطق المنضمة حديثا؟ دعونا نترك رأي ترامب جانبا شوية لأنه لدينا في أصل بروسية ونسأل المجتمع الروسي الخبراء والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الدولة وإلى خيره كل المجتمع الروسي وسوف يجاوبون أننا نريد ضمانات ليس من ترامب نحن نريد ضمانات من الشعب الأوكراني لأن هناك الشعبين الشقيقين ويجب أن نعود لهذه الصيغة للأولاقات ونحن يجب أن نشعر أن هناك الشعب الشقيق إذا كان هناك الشعب الذي يمهد نفسه للحرب الجديدة معنا فمعناته لا يوجد موافقة روسية على أي هدنة مع أوكراني وهنا لا يوجد دورة ألكساندر إذا تقول بأن الشعب الأوكراني هو الشعب الشقيق وتريد ضمانات منه هل يمكن للقوات الأوكرانية أن تبقى على وجودها في كورسك وربما يتم وصل النقاط الخلافية فيما بينها الإبقاء على أقاليم المنضمة حديثا بالسيادة الروسية وأقله الإبقاء على الوضع الراهن ربما بدون بسط السيادة الأوكرانية على كورسك خاصة أن روسيا بهذا الهجوم قللت من أهمية الدخول الأوكراني خلينا بكي ببساطة الأمر يتوقف على طبيعة النظام في كيف إذا كان هناك تغيير النظام في كيف من هذه ما نسميه طبيعة نازية والإيديولوجية الروسفوبية إلى النظام البدي وصديق وشقيق لروسيا وهذا يكون ببين وهذا يكون معروف لأننا عاربين بعضنا البعض وهنا المفتاح للحل